كابتن سيد فجئت بخبر النهاردة من الكواليس كده ان ممكن الاهلي بيفكر في يحيى عطية الله وهو اللعيب عنده 28 سنة وانه هو تقال انه هو اجل احترافه من يناير لنهاية السيزن وانه هو عنده عروض بس صحف المغرب زي صحيفة المنتخب المغربية ده وجريدة كبيرة جدا هناك يعني نفت وقالت ان ده عروض وهمية مش صحيحة وانه الوكيل اللعب يعني بيحاول يتكلم في العروض دي عشان يجد له حل اسف عرضي في الخليج مش فوق ربا الفكرة نفسها شايفة ازاي اولا تقييم ليه وهو لعيب كويس جدا لعيب مؤثر ولعيب من عمل كسعالم كويسة جدا والنقطة التانية مش مع الوداد بشكل كويس ومن لعيبة المؤثرين بس 28 يعني خلي بالك ما الاندية غير المنتخبات يعني بمعنى ايه؟ اما تجيب لعيب 28 سنة هيدي لك 3 سنين او 4 سنين فانا مش محتاجة اكتر من كده اما يكون لعيب خبرة ولعيب دولي يعني هي دي اللي بتا... يعني ما يجي السن لما تجيب لعيب تضغط عن بعض الحاجات عشان لعيب دولي وعنده ميزة كمان ان عقده بينتهي اه يعني مش هتشتريه والنقطة التانية انا بشوف ان هي دي انت عندك علي معلول واحد من اهم من لعيباتك الهم ممكن يبقى اتنين محترفين في مركز واحد صعبة دي شو بشوفها صعبة بشوفها صعبة وعالي اعتقد ان هو مكمل في النادي يعني لحد دلوقتي مكمل بشكل كويس اه مقدم موسم كويس جدا برا اه فانت اتنين اللي عيبوا محترفين في مكان واحد انت مستصعبها من ناحية دي من البعد ده وبالذات ما يبقى باكلفت مش اتنين فراودة يعني ممكن دي تتعدى شوية ما تقول ايه اتنين فراودة فانا عديها هحتاجهم خلال الموسم يعني لو الصفقة دي متاحة مثلا هنبقول مثلا يعني هنفترض انها متاحة وانت صاحب قرار وعندك عالي معلول ولسه قدامه السنة على القلق او سنتين تعمل ايه لو متاحة وفيها امكانية طبعا انا اجيبها حتى لو الاتنين فى مركز واحد اه تجيبها اه لو متاحة قلبه جامل لو انا لا ليه لو انا اي حد من ولاد النادي ناشئ خلاص هيلعب سنة هيشرب من معلوله ويكمل عادي ويبقى مستقبل ان يقتي لكن الاهلي ان شاء انت بذول اقرر فى ايه دى الاهلي محتاج مهاجم الاهلي ما عندوش مهاجم لا ما انا بكلم فى اطار باقي التدعمات باقي التدعمات ايه انت هجيب متلعب انت هجيب لعب اجنبي ما انت عندك اربعة خلاص دول موجودين بس فيه اماكن فى مصر فيه اماكن فى مصر عدد العيبة فيها ولاي الجد انا زمالك هجدد مع المسلوسى ليه؟ بكلمت وبكرايت طب زمالك هجدد المسلوسى ليه؟ مصر ولا فى بكرايت ولا الرايت والليفة مصر ولا فى بكرايت ولا بكرايت ايه نقطة المكان نفسه بيحكم يعني انت حتى محمد اشرف لايه كويس بس انت مديته وقت لازم ياخد وقت ما خدش برضه مش قادر مش قادر تقتنع اعتمد عليه موسم مش قادر تقول المكان دى خلاص انا بابا فكرش فيه لو خد اكتر ممكن يقدر ويشيل كروش اول ما جيه؟ قالك انا ها قالك مشكلة مصر ولا عنده بكرايت ولا عنده بكرايت فعلا مصر ما تعد كده الاسماء ما احترام منهم عمر كمان لعب بكرايت وتلاقي حتى ما امام عشور اما جيه لعب امام فى الفاينل ما فيش بكرايت وعب دي المنى هم بدأ بكرايت وعب منهم بدأ بكرايت اه يعني دي فيها مشكلة لما اما اكرم جالو الصليب بفكاس الامر اه عب خرج اكرم مدرDSر عمينهم بكرايت هو اكرم اصلا مش بكرايت بكرايت وانت مفيش اخيرو كان احمد فاتح مفيش بكرايت في مصر دي مشكلة ومفيش برض راكلفة ولا احمد فاتح كان بكرايت اه اول انا بيلعب فكذا المركز لكن هي الفكرة انت قدي حد يا جماعة الجال الي طلع دي ها فيها بص بعد ابريم حسن بعد ابريم حسن مجاش المنتخب بكرايت اصله بكرايت يعني الكابتن ابريم حسن اخر وقت اصله بكرايت لو اصله باكرايب. بعد كده بيت انت يعني بتتوفق. اه يعني لعيب على فترات. اه. يعني انما ما كانش فيه استمرارية الا لحمد فتحي. هو اصلا مش مكانه. احمد فتحي لعيب دفندر او لعيب نص ملعب. اه. هو كان مكانه الاساسي كان. بس هو توظف في المكان. اه. فانت عندك نظرة في الحالة دي فانت بتقول ان الاهل يطلع واحد. اه. هو يجيب واحد باصل الاهل يخد بالك عنده. الفترة الجاية بطولات مهمة جاية. الناشئين دول. بيلعبهم لغير باكرات و باكلفت ولا ولا. لا بلعبوا تسعة. بلعبوا تسعة. بلعبوا بباكرات و لفت. وفي في مواهب يمدة جدا. بس. بس الاماكن دي بالزات صعب جدا تلعب فيها. ليه تلعب فالي. ما انت تديله مع الكبير تديله شوية بشوية هتلاقيه ولا حك. محمد اشرف خدا. المشكلة. طيب. ما اقولك. ما ازمالك فتح لما جاب. طيب. سؤال. اه. مع انت عندك عبدالله جمع وعندك سكر. ايوة. هل قدرت تعوض فتوح؟ لا. مع انت بدأ تدي سكر. ايه المشكلة؟ تدي سكر. مستعوضش فتوح. لا. هي هي انت ظروف ان الفرقة مش وقف على حلها. لكن الفرقة اللي وقف على حلها بتدر فيه ماتشاط اه يعني زمالك يلعب افريقيا. لا انا بقولش افريقيا. انا بقولش كده. انا بقول انا بقول ان الفرقة لو هي في حالتها الطبيعية. وبتدي بتدي. طب الايال في حالته الطبيعية. ومعلول بعيد لاي سبب ان كان. ما هو. كان ممكن طول الموسم يدي مع معلول. انا مش عشان ايه هيعطيت الله خلاص ده خبر وقلناك. خلاص. لو انت عايز ايه. انا بسألك سؤال برضو فني. اه. لو الايال عنده. دورة بتال افريقيا السنة الجاية. عنده كاس عالم للاندية. عنده بطولة الصبر الجديدة اللي هي التمن اندية دي اللي هي التوب ايه دي. وكل الكلام ده بطولات ضخمة. اه. وعالي لاي سبب لقدر الله مش عايز يعني نفول عالراجل يعني. هل الجابهة الشمال في الاهلي هتتأثر بغيابه في رغم النفيه. خد بالك فيه ايه بقى مش بس اه اشرف. ده فيه كريم الدبيس اللي هو جاي من ودي دجلة وارضو تحت السن اعتقد. مش كده. وخلي بالك يعني كريم لعب مع دجلة لعب سنتين في الدورة المتازة. اه. خده الدبيس لعب سنتين في الدورة المتازة. اه. فتخيل ان هو. هل هتحصل مشكلة في ناحة دي في الاهلي ولا لا. ده السؤال. هقول لك تحصل مشكلة ليه? ان انت ما بتديش. ما انت ما تجيش ان انت تقول لي خلاص انا هدخل بطولة الشهر الجاي. وما اقدرش هدي لعب صاعد او كلام ده. لكن انت لو طول الموسم بتدي. ما فيش اي مشكلة. طيب ايك انت معترض عشان مجرد يعني معلول في نفس المكان. لا 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 مش كده. انا ما بقولش. ان هو اتنين اجانة. لا انا بكلم انت معترض على لعيبة. يعني في لعيبة ممكن. في طبع لعيبة. طيب. لكن هو مش لازم لعيب اجنبي. لا في لعيب دور هتلاقي صغير لعيب قوي لعيب هتلاقي. ده فيتوريا. اه. مسك فتوح ولازم تشارك ولازم تعمل وحلي مشكلة. عشان مش لقي غيره هو محمد حمدي. اه. هو ما فيش. ايه ما فيش حمدي. هو فيه. ما هو ما فيش. طيب ما هو ده اللي بقولك على الان. ما فيش. طيب ما هيعمل ايه. بس فيه برضو بتاع امبي لها وقت لعيب كويس مش واحدش اللي. طيب ما على امتى. بس مش لعيب ده اولي ما تشلش هو مش لأي. اه امتى ده قصة. اه ما ده لامتى. ييجي بالمشاركة. طيب بس بعيد عند انت معترض مش على. لا قصة الاتنين في مركز واحد. انت معترض عليه. لا قصة اللعيب اجنبي في مركز واحد ده اتنين في مركز واحد. لا طبعا. بس ممكن طبعا زي كابت ساب يقول. كابت ساب تقول لو انت قدامك القرار تاخده. اه. عشان سبب واحد. عشان نضرة اللعيبة اللي في المكان ده. اللي في المكان ده. يعني انا 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 السياسة بتاع السيد الرحمة دي انا معاه جدا. في اي مكان تاني في الملعب. انما المكان ده اصلا في مصر هو اولي. عدد اللعيبة فيه اولي لي. لا تطرف الشمال واليمين. وخصوصا في نقطة كمان في الناد الاهلي. البكين وخصوصا عالي دلوقتي هو من المؤسرين جدا في الفرق. اول ما علي بيبقى اداءه مش كويس بتلاقي فرق اهلي نزلت خمسين سبتين في المية. بس. فانت ده عنصر مهم جدا في الفرق. بس. عشان تعوضوا اي حد هيلعب من الولاد الصغيرين في المكان ده مش هيدي لك نابس صحيح. انا عارف دي. ممكن اعلق بس. اه. ما عملوا اه. من حراس اجانب في مصر. جيل كامل من الحراس المرمى اخزافة. انت ما تعمل الكلام ده. بمعنى كده مسلا اللي جربتها في الاهلي. انت قدامك مسلا عشر خمسين سنة. ما فيش حاجة اسمها باكليفت مصري في الاهلي. وهكزا. فدي ده ده موضوع خطير ان اتنين اللي بقى اجانب مسلا باكليفت او باكريت. انت جيل اللي طيب ده بتحجر عليه. يعني قطع الناشئين في الاهلي ده عشر سنين كمان انا مش عايز منه حاكي. ما انت أكون حاجة في الحتة دي. في الحتة دي. طيب خلاص يا باكليفت جدا اللايب الكواز جدا. تود بالك. لا سواء اللي اعي لو اي نادي بس لو لعب عندنا في الدول الاحلي. ت resonate. لا يعني في لعيبة في لعبة مؤثرة فعلة في الدول المصري بصراحة. مم. يعني يعني علي معلوم الميؤثرة. الاعظم اللي عيبة اللي جاكت. انا ما اقولش على كده. بس هو لو كان ايمن اشرف هادنو بطشين كان فيها حاجة اللي هي ما هتتقوم. بس مش بالقوة الهجومية. لا طبعا. الزمالك في حاجة جديدة في الزمالك. لا ما اللي بقى نستنى بقى اللي اكيد هيبقى فيه. السيف جعفر خلاص هيوقع خلال احنا بقالنا تلات ايام بقى اما يوقع اما يوقع بقول لي. اما يوقع بقول لي. انا قلت لك امام عشور. اما قلت لك قلت لك ما فيش اهل امام عشور. انا سيف جعفر ما يوقع بقول لي. طب بقولي بمعنى انت شايفه بعيد الفكرة العيدة. اه. اه. يمكن يمشي. اه ممكن. ممكن. طب نسبة بقاءه ومشيانة خمسين. يعني المشيانه الاقرب. يا راج. لغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي. بعد كل الكلام اللي بيتقال ده. ده خلال ساعات وبتاعه. يا فاند من ما يوقع. اقول لي انا انا نفسي نفسي بولادي النادي دول بص. عند انا عندي يقين. ماه ما كان اللي بتربي في النادي الناشئ دوت. واللي قاعد واللي شافه بتاعه. غير اي حد يجي من بره. حتى لو مصر. طبعا. غير اي حد. بس انت شابنا حتى العين بعيدة. لان انا شايفه حتى يعني 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 اسستي تبتقول لي خلال ساعات. يعني خلال ساعات يعني بكرة وانت بتقدم الحلقة تقول لك او وقع. بعده. يعني انا معاك يوم تات لو جي لغاية يوم تات ما نشوف. اوكي. كابت ساد معاوة شرفتنا ونورتنا. ربنا اخليك رسم الله. ويا هلا بيك وبكل سطلانة. نختن بيها بقى. نختن بيها. ما احنا بنبدأ. بعد ما اطلب شعب. نختن بيها عشان نروح كده مبسوطين. استاذ خدري شرفتنا ونورتنا. شكرا الله. نراك على خير ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهاية حالة النهاردة. بكرة ان شاء الله في تمام الحديق عشر مساء. مساء دمشيئة الله زكالينا عمر. حلقة جديدة من بوكس بوكس. اشتركوا في القناة.